منحا جديد تتجه إليه الحرب في أوكرانيا والتوتر يتصاعد جنوب أوكرانيا في البحر الأسود وشرقا على حدود بولندا وبلاروسيا بعد أن كان يتركز غربا في إقليمي دونيسك ولوهانسك فبعد تصريح جون كيربيا المتحدث باسم البيت الأبيض بأن ذخائر العقودية التي قدمتها واشنطن لأوكرانيا يجري نشرها في ساحة القتال زاعما أنها أصبحت مؤثرة على التشكيلات الدفاعية الروسية واصلت القوات الروسية شن ضربات انتقامية بأسلحة بحرية وجوية عالية الدقة على ورش لإنتاج القوارب المسيرة ومستودعات لتخذينها في مدينة أوديسا وإليتشيفيسك اعترف الجيش الأوكراني بعجزه عن اعتراض الصواريخ الروسية من طراز أونيكس مؤكدا أن قواته لا تملك الوسائل اللازمة حاليا لإسقاطها وأن هناك حاجة لتعزيز دفاعاتها الجوية بمنظومات مضادة للصواريخ الباليستية وفي تطور لافت أعلنت بولندا نقل تشكيلات عسكرية من المناطق الغربية إلى شرقي البلاد بسبب تهديدات محتملة متعلقة بوجود قوات فاغنر في بلاروسيا الرئيس الروسي بوتين تحدث عن ما سماها خيبة الغرب من الهجوم المضاد متهما قادة بولندا بالسعي لإقامة تحالف تحت مظلة الناتو والدخول في الصراع الدائر في أوكرانيا وحذرا أن أي اعتداء على بلاروسيا سيكون اعتداء على بلاده فهل أوشك الصدام المباشر بين روسيا والناتو؟ وهل تكون بداية لتصعيد جديد واتساع دائرة الصراع؟ وكيف سيكون الحال لو دخلت بولندا وبلاروسيا الحرب؟ بعد تضرب الأنباء حول مصيرها ها هي مجموعة فاغنر العسكرية تعود إلى الساحة من جديد تأتي عودة فاغنر بعد أعلان وزارة الدفاع البلاروسيا في بيان لها أن وحدات من قوات العمليات الخاصة ستعمل جنبا إلى جنب مع ممثلين من مجموعة فاغنر على مهام التدريب والقتال في موقع بريستيسكي للتدريب الواقع على بعد خمسة كيلومترات من الحدود مع بولندا كان الرئيس البلاروسي أليكساندر لوكاشينكو قد دعا مطلع يوليو الجاري مقاتل فاغنر للمساعدة في تدريب جيش بلاده وأعتبرت مينسك أن تجربة القتال الحقيقي للفاغنر بمثابتة فرصة لمواصلة تطوير الجيش البلاروسي وإعادة تجهيزه تحركات أثارت مخاوف الجارة بولندا حيث أعلنت وزارة الدفاع البولندي عن نقل قوات عسكرية من المناطق الغربية إلى شرقي البلاد كما عززت تعاون جيشها مع حرص الحدود بما يشمل تكثيف العمليات المشتركة على الحدود وأعلنت سدادها لكل سنوريهات بسبب مواصفتها بتهديدات محتملة متعلقة بوجود قوات فاغنر في بلا روسيا مقاتل فاغنر كان لهم دور رئيسي في الهجوم الروسي على أوكرانيا لا سيما على خط الجبهة في معركة السيطر على بخموت بعد أشهر من حصار المدينة قبل أن يقود قائدهم يفغيني برغوجين تمرضا سرعان ما لعبت بلا روسيا دورا لإنهائه باتفاق مع الكريملين روسيا من جانبها أعلنت على لسان المتحدث باسم الكريملين ديمتري بسكوف أن موسكو تول اهتماما متزايدا بالتحركات العسكرية البولندية لأن عدوانية بولندا تجاه بلا روسيا وروسيا الاتحادية أمر حقيقي على حد وصفه نظام كييف يقوم بكل ما في وسعه للحفاظ على وجوده وحياته لذلك يقوم بأعمال إجرامية فنظام كييف يرغب بتقسيم أوكرانيا وتشتيتها لذا نرى أن بولندا تدعم الحرب في أوكرانيا لتستولي على الأراضي التي ترى أنها حق تاريخي لها وهو أمر خاص بأوكرانيا أما فيما يخص بلا روسيا فهي دولة من دول الاتحاد الروسي ونحن لن نسمح بأي اعتداء على روسيا الاتحادية وسنقوم بالرد بكل الوسائل القتالية أوروبا لا تقول الحقيقة لشعوبها لأن الحرب الآن تحتاج لموارد جديدة وهذه الموارد ستكون من خلال دفع البولنديين وغيرهم إلى الحرب هذا تطور خطير جدا أرحب بضيفي من موسكو بافل فينك هاور المحلل العسكري والاستراتيجي ومن كيف دكتور سعيد سلام رئيس مركز فيجن لدراسات الاستراتيجية أهلا بكم على الشاشة الغب أبدأ معك سيد بافل يعني يبدو أن الوضع يصير تجاه المزيد والمزيد من التصعيد بين الغرب وروسيا برأيك هل وصل الوضع إلى مرحلة تجاوز الخطوط الحمراء التي تجعل مسار الصدام المباشر هو المسار الوحيد المتوقع بالطبع هناك تصعيد يحدث ولكننا لم نصل حتى الآن إلى صدام مباشر بين الناتو وروسيا لأن الجانبين لا يريدان التصادم أبدا لذلك هناك الكثير من التهديدات وهناك تصعيد بالفعل وهناك استعداد ولكن أعتقد أن الجانبين سوف يسعياني من أجل الوصول إلى حلول السلمية والابتعاد عن أي نزاعات وحل كل المسائل بشكل سلمي وأعتقد أن روسيا لا تريد تصعيد والاتحاد الأوروبي وكذلك أيضا الاتحاد الأوروبي لا يريد تصعيد حتى لا نصل لا أحد يريد أن يكون هناك تصعيد يرقى إلى إمكانية استخدام الأسلحة النوية ويجب أن نعمل على ذلك دائما يعني إلى أي مدى تتفق دكتور سعيد مع وجهة نظر ضيفي من موسكو بأن الطرفين تقريبا يمتلكان نفس الرؤية أو نفس الرغبة بعدم اتساع دائرة القتال أو الذهاب إلى صدام مباشر بين الناتو وموسكو مساء الخير لك ولجميع المشاهدين وللضيف من موسكو بداية يجب القول أنني أتفق جزئيا مع ما ذكره الضيف من موسكو حول أن الغرب لا يريد التصعيد ولا يريد الدخول بموازنها مباشرة مع الجانب الروسي ولكن لا نرى مثل هذه التصريحات من الجانب الروسي حيث أننا يجب أن نتذكر بداية أن الرئيس الروسي قبل شنع غزوه الشامل على الأراضي الأوكرانية ولمدة ثلاثة أشهر أو أكثر كان يؤكد لجميع المسؤولين الغربيين ولجميع المسؤولين في العالم أنه لا يوجد لديه نية لغزوه أوكرانيا في الوقت الذي كانت تنتشر القوات الروسية على الحدود الأوكرانية وأيضا على داخل الأراضي البيلاروسية لذلك عمليا الآن تواجد مرتزقة فاغنر داخل الأراضي البيلاروسية هذه المرتزقة التي ارتغبت مجازر وجرائم في حربها داخل أوكرانيا ضد الشعب الأوكراني والقوات الأوكرانية نعم يبدو أننا نواجه مشكلة في التواصل مع دكتور سعيد مرة أخرى أعود إليك سيد بافيل كان دكتور سعيد عدت إلينا تمام تمام معكم تتحدث إذن بأن الغرب لا يريد التصعيد لا يريد الذهاب إلى صدام مباشر إذن بماذا نفسر نقل بولندا لوحدات عسكرية إلى الحدود شرقا؟ كما كنت أقول أن الجاء الغرب والقادة للعالم لا يثقون بالنظام الروسي وممثلا بالرئيس بوتين الذي خدعهم قبل غزوه لأوكرانيا لذلك تواجد قوات مستزقة فاغدر داخل الحدود البلاروسية وفي قرب الحدود البولندية يشكل توترا عسكريا لدى الجانب الغربي لدى بولندا وغيرها أيضا من الدول دول البحر البلطيق لذلك تقوم هذه الدول بتعزيز دفاعاتها داخل أراضيها تحسبا لأي خطوة عسكرية يمكن أن يتخذها النظام الروسي وحليفها البلاروسي ضد الدول الغربية وخصوصا في حال أنه وجد نفسه في ماذق ولا يستطيع الخروج منه وأيضا هنا يجب التأكيد أن الناتو لو كان لديه أي نواية عسكرية لمهاجمة روسيا لما وجد أفضل من هذه الفرصة سنة ونصف من العدوان الروسي على أوكرانيا وهو يؤكد يوميا تقريبا أنه لا يوجد لديه نواية للتدخل العسكري في هذه الحرب وهذا أيضا أمر يدعو إلى الاستغراب سأناقشه معك ولكن أذهب في نقطة أخرى مع سيد بافيل من موسكو ماذا لو خرجت هذه الحرب عن السيطرة بشكل غير متعمد يعني قلت بأنه كانية متعمدة لصدام مباشر متعمد لا يوجد بين الطرفين ولكن ماذا لو جرت الأمور بطريقة ما وفي لحظة اشتعلت نيران الصدام المباشر هل موسكو قادرة على مواجهة الناتو بحجمه بكمية الأسلحة بالتقنيات المستخدمة خصوصا وأنه هناك مشاكل اليوم يتم الحديث عنها داخل الجيش الروسي على الجبهة قد يكون هناك بعض الأحداث في البحر الأسود وفي البحر البلطيق أيضا وفي دول البلطيق وهناك أيضا السؤولات العسكرية أيضا قد يكون هناك أي صدام قد يتطور إلى أزمة أو إلى سراع إقليمي أو حرب أوروبي هذا شيئا ممكنا في المقام الأول ونحن نريد أن ونقول أن هذا ممكنا ولكن الطرفين لا يريدان ذلك وهم ليسوا مستعدان لذلك لذلك فنجد أن الأمريكان على سبيل المثال يقدمون الأسلحة الكثيرة إلى أوروبا الأسلحة الأمريكية والدبابات الأمريكية موجودة في بعض المواقع القرية بعد انسحابها ببعض المناطق هناك عدد من الجنود ولكن هذا عدد محدود للغاية ولكن أيضا القوات القوية الأمريكية لم تتحرك بشكل ملاحظ لذلك أعتقد أن أيضا روسيا لديها بعض المشاكل هناك بعض الخسارات الكبيرة التي لحقتها الجيش الروسي وكانت هناك بعض الخسار الكبيرة التي لحقت بهم في البحر الأسود وفقد الجيش بالفعل العديد من الأسلحة الثقيلة ولذلك حتى الآن فإن روسيا ليست مستعدة للدخول في صراعات قوية في معدول النيتو ولكن برأيك سيد بافيل تسلل عسكري واحد من عساكر فاغنر إلى الحدود إلى بولندا القيام بعملية خاطفة ثم العودة ألا يمكن أن يشعل نيران الصدام المباشر الحرب المباشرة بين النيتو وروسيا لا أعتقد ذلك التركيز الآن هو على الدول البلطيقة هناك ليس هناك تركيز ما حدث ليس بالأمر الكبير والقوات الروسية تركز على خطوط المواجهة أمام أوكرانيا ولا يحركون القوات بأعداد كبيرة لذلك فإنني كما قلت لك قبل ذلك إن نقل مثل هذه القوات قد يستغرق أسابيعا ونحن لن نرى أن هناك زحفا للقوات الأمريكية وهذا الأمر قد يتخذ أسابيع لذلك فإن روسيا لغير قدق الآن ولكن لن لا أُنكر أن ذلك قد يكون محتملا ولكن أنا أكرر أعيد بأن الغرب وروسيا لا يسعيني أبدا إلى تصعيد في الوقت الحاضر لذلك فإن في الوقت الحالي يجب على الطرفان أن يسعيني من أجل السلام دكتور سعيد على ماذا تعتمد بوجهة نظرك بأن الغرب لا يريد صدام مباشر إذن بماذا نفسر كل هذه الذخائر الأسلحة، صواريخ، دبابات حتى الذخائر الأنقودية قدمت إلى كييف وتقول بأن الغرب غير معني بالصدام أو الدخول بحرب مع روسيا طبعا هنا يجب التفريق بين الأمرين بداية الناتو لا يقوم عمليا بتقديم دعم عسكري مباشر لأوكرانيا وإنما هناك دول منخرطة في حلف الناتو وفي الاتحاد الأوروبي تقوم بتقديم الدعم العسكري وهناك منصة رامشتاين هي التي تقوم بالتنسيق لهذا الدعم العسكري وينخرطوا فيها نحو 54 دولة عبر العالم وفيها أيضا بعض الدول العربية هذه النقطة الأولى النقطة الثانية هذه الدول تقوم بتقديم الدعم العسكري لدولة تدافع عن نفسها ضد غزو وعدوان ومحاولات لتدمير الدولة الأوكرانية واحتلال أراضيها وهذا يتوافق بشكل كامل مع البند الواحد وخمسين من ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي أما حول نوايا العدوانية لأناتو فإن كما كنت قد ذكرت لو أن هناك كان نوايا عدوانية لما شاهدنا انتظارا وعدم استغلال لمثل هذه الفرصة عندما يكون الجيش الروسي عمليا منهك بشكل كبير ويتعرض لضربات كبيرة من قبل القوات الأوكرانية ولا يقوم باستغلالها من أجل مهاجمة روسيا وتدميرها كما يقول الجانب الروسي هذه النقطة وعلينا أيضا أن نسمع جميع التصريحات حول جميع الدول في دول العالم حلفاء الناتو والاتحاد الأوروبي الذين أيضا يقولون ويكرون أن مخزوناتهم الخاصة بالأسلحة أيضا تراجعت بنسبة كبيرة وهذا يعني يوضح بشكل كامل أنهم خلال ثلاثين عاما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وتراجع دور الناتو أيضا عسكريا وحدى باعتراف أيضا جميع المسؤولين الغربيين لم يقوموا بتجديد مخزوناتهم وزيادتها من المخزونات العسكرية لذلك هناك لديهم نقص وليس نقص في مخزونات الناتو هناك الفارق بين المخزونات الخاصة بقوات الناتو ومخزونات الدول لذلك هنا يعني هذا يوضح بشكل كامل أنهم لم يكونوا يستعدون لأي نواية عسكرية ولم يجاهزوا نفسهم لأي حرب مستقبلية خصوصا أن العقيدة العسكرية الغربية حاليا مختلفة بشكل كامل ولا تعتمد على الحرب البرية فيها البداية وإنما على الضربة الجوية الساحقة التي تشلق ربما كان هذا حتى ولا أعرف إذا كنت تتطفق مع وجهة النظر هذه بأنه حتى العام الماضي كانت وجهة النظر هذه ربما مقبولة نوعا ما لأنه عندما سقطت لو نتذكر سقط صاروخ على الأراضي البولندية وهي دولة في الناتو كان رد الفعل متأني جدا على الفور ظهر الرئيس الأمريكي جو بايدن طالبة بالتزام الهدوء والحكمة حتى يتم معرفة مصدر هذا الصاروخ اليوم نشاهد لهجة دول الناتو والولايات المتحدة الأمريكية أكثر حدة أكثر شراسة نقل وحدات عسكرية زخائر عنقودية التلويح بأنهم ماضون حتى تحرير آخر الشبر من أوكرانيا طبعا هناك فارغ تقديم الدعم لأوكرانيا كما ذكرت هذا موضوع مختلف عند استعدادات الناتو للدفاع عن دول الحلف وعدم اختراف حدودها وفي العام الماضي عندما سقط صاروخ روسي على داخل الحدود البلاروسية وأيضا داخل الحدود الرومانية سقط أحد الطواريخ يعني لم يكونوا يودون أيضا الرد على هذا الاستفزاز الروسي وحاليا الأمر مختلف بعض الشيء لأن هناك قوات برية متواجدة بالقرب من الحدود البولندية التي تعتبر هي قوات دولة بمن حلف الناتو وأي اختراف للحدود سوف يعتبر عدوان يعني أي قصف أو أي خرط للحدود البرية سوف يعتبر عدوان ويمكن أن يكون هناك مشاركة لجميع أعضاء الحلف للدفاع عن الحلف جميعا من ناحية هذه النقطة النقطة الثانية أيضا هناك تحركات كبيرة أيضا من قبل القوات الأمريكية تكون بنقل العديد من القوات ويعادة تشكيل قواتها في اليونان وغيرها من بولندا وغيرها من الدول من أجل أن تكون مستعدة في حال انتشار هذه الحرب إلى حرب داخل أوروبا أو إحدى الدول حلف الناتو لذلك لكن هذه جميع التحركات هي تحركات دفاعية حتى الآن وليست من أجل الهجوم أو شن الهجوم على روسيا طيب دكتور سيد بافيل ما رأيك بوجهة نظر دكتور سعيد بأنه حتى الآن التحركات الغربية هي تنطلق من قاعدة دفاعية للدفاع ومساعدة الدولة يتم الاعتداء على أراضيها وليس من ناحية هجومية ليست هناك أي مآرب اليوم للغرب من خلال إلحاقه الهزيمة بروسيا سوى نصرة أوكرانيا التي تتعرض إلى هجوم على أراضيها نعم بالطبيعة الحال إنهم يريدون أن يقوموا الأكرانيين بالتحرير أراضيهم وردع القوات الروسية وإضعاف روسيا لذلك فإن أوكرانيا تحصل على كميات كبيرة من الأسلحة والأموال هناك بطبيعة الحال جيوشا لحلف النيتو والدول الأوروبية مستعدة للرد في حال خرجت الأمور عن سيطرتها ولكن هذا الخيار ليس مطروحا الآن لأن الروسية ليس لديها القدرة لا ولكن ولكن أنا أقول أن مثل هذه الأمور حدثت في ببراير قبل ذلك عندما كان هناك تصعيد كبير بين القانبين وكان هناك إمكانية لقيام القوات الروسية في التحرق إلى البلتيق ولكن هذا الآن أصبح مستحيلا وليس هناك أي حاجة للاستعداد لزيادة العداد القوات هناك لذلك فإن أقول وأجدد أن كل الطرفين لا يريدان ذلك أن يحدث لأن هذا خيار سيئ لكل الطرفين وهذا من شأنه أن يزيد من حدة الصراع في المنطقة الأغربية أعتقد أن هناك إمكانية أن يقوم الطرفين في احتواء هذا الصراع على أضيق الحدود وعدم تطوره إلى حرب شاملة في المنطقة ولا أعتقد أن الأمر قد يتطور مثل بعض تطورات التي حدثت في أفغانستان أو في بعض الدول الشرق الأوسط أعتقد أن هذه الحرب لن تكون مثل هذه العروب التي شهدناها في الشرق الأوسط ولكنها سوف تكون أكثر ضراوة وأكثر قوة وأكثر عنفا لذلك فإنني أعتقد أن ذلك لا يمكن أن يحدث أبدا ولكن الشتاء سوف يأتي وهناك أيضا الآن كما عرغنا فإن الأوكرانيون في معسكر صيفي وهم يستعدون لفصل الشتاء من أجل الإعداد والتجهيز للرد على الجانب الروسي دكتور سعيد وضحت فكرتك سيد بافيل دكتور سعيد بولندا بالتحديد الدولة العضو في الناتو تنهج مسارا متقدما في دعم أوكرانيا سواء من خصوص دعم اللاجئين وصدافة اللاجئين الأوكرانيين بلغ عددهم بالملايين في تسعير الحرب مع روسيا أيضا هل يمكن أن نفهم ذلك من نوايا طيبة فقط لدعم الجارة عم أنه كما تقول أجزاء الاستخبارات الروسية بأنه هناك نوايا لضم مناتق غربي أوكرانيا إلى بولندا هناك أهداف ربما تاريخية عند بولندا وقد تستغل الظروف الدائرة في أوكرانيا الآن أو في غرب أوكرانيا وتقوم بتنفيذ هذا المخطط بداية 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 حول الود وهذه الصداقة التي تظهر اليوم التاريخ يتحدث طبعاً من اللاجئين من اللاجئين أيضاً الموجودين على الأراضيات بالإضافة إلى زيادة المصاريف العسكرية النقطة الرابعة أيضاً حول هذا الموضوع أن التاريخ المشترك البولندي الأوكراني من المعاناة المشتركة من الاحتلال الروسي أمبراطورية الروسية ومن ثم أيضاً الاحتلال بما يعتبرونه احتلالاً من قبل الاتحاد السوفيتي الروسي في إطار الاتحاد السوفيتي أيضاً يشكل تاريخاً مشتركاً ومقاومة كانت مشتركة لفترة ما ضد هذا الاحتلال الروسي السوفيتي لذلك هناك تعاون وتفاهم بشكل كبير بين الطرفين حول المهاناة وأهمية التصدي لمحاولات روسيا حالياً لإعادة استعمار واحتلال المستعمرات القديمة التي كانت تابعة وتقلت لحكم الامبراطورية الروسية أشكرك شكراً لك انتهى وقت هذه الفقرة دكتور سعيد سلام رئيس مركز برجان الدراسات الاستراتيجية كنت معنا من كييف أشكراً أيضاً لضيف من موسكو بافيل فينك هاور المحلل العسكري والاستراتيجي من موسكو شكراً جزيلاً لكم ومستمرون معكم في برنامج وراء الحدث ونتابع بعض الفاصل الجيش السوداني يقصف مواقع الدعم السريع في الأبيض عاصمة شمال كردوفان وحاكم دارفور يجدد دعوة المواطنين لحمل السلاح فهل بات السودان على مشارف حرب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة